السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ثم أمبه إن شاء الله بإذن الله اليوم منكلمكم على مرض من أمراض الأرز مرض خطير جدا المرض ده بيزهر شي ألا عنده إنبات الرز تمام يا جماعة وهو ده اسمه الديدان الدموية 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 دي في منها أطور الطور اللي بيتغزة على بادرات الرز أول ما تطلع كده يعني الرز اللي هو أول ما يطلع كده الوقت في الأرض كده اسمه آآ طور الياركة الياركات بتاع الحشرة دي أو بتاع الديدان الدموية دي هي اللي بتتغزة على محصول الأرز وهو كدو طيب نيجي ليه آآ معاد ظهور الإصابة معاد ظهور الإصابة في شهر مايو ويونيو أو في أول ما يبقى الرز في الإنبات وخاصة الرز اللي بتسيب مية الصرف أو بمية مخلوطة بمية الصرف طبعا مية النيل في مصر كلها مخلوطة بجزء من مية الصرف لأن في الناس طبعا بتعرفين أولادة الضمير بيخلطوها بيخلطوا بيبقوا بيبقوا موصيين الخزانات بتاعتهم بتاع البيوت الصرف الصحي على الترع على طول على الترع وعلى المصارف بتاع النيل يعني على الترع وعلى فروع النيل والكلام دي تمام؟ تمام طيب نيجي لتوقيت المكافحة عند ظهور الإصابة خاصة في المشاكل التي تروى بماء الصرف زي ما قلنا للعود تمام يا جماعة ده بالنسبة دي أرض مزروعة بدور يعني مزروعة على طول روز يعني متعملتش ماشتر دي مزروعة بدورة على طول تمام؟ فدي هنكفحها ازاي؟ هنجيب حوائبات المبيد وهنضرها في قلبها وهنملاها بالمية ونسيب المية فيها لأسبوع وما ينقص المية نعوضها تاني لو ظهر فيها الإصابة لو ظهر فيها الإصابة والمشتلها كزا نزور هنسيب المية في المدة أسبوع ومش هنصرفها قلة لمدة أسبوع لمدة أسبوع ونعوض لنقص بالمية لأن المبيد يبقى قوي نعوض لنقص بالمية كل شوية نعوض لنقص بالمية ونسيبها نسيب المياه في المدية اسبوع بعد ما نبدر الحبايبات بتاع المبيد واول مبيد اسمه اكسترا كاب ده بتحط 3 كيلو جرام للفدام اول مبيد اسمه اكسترا كاب 10% ده بتحط 3 كيلو جرام للفدام وتاني مبيد اسمه ايفر كاب ده بتحط 3 كيلو جرام للفدام وتالت مبيد اسمه فرتاكو ده بتحط خمسة وتلاتين كيلو جرام للفدان وتالب مبيد اسمه ميرتان ده بتحط ثلاثة كيلو جرام للفدان وربع مبيد اسمه ميرتان بتحط ثلاثة كيلو جرام للفدان برضو وخامس مبيد اسمه نيماجولت بتحط ثلاثة كيلو جرام للفدان وده كان مرض النهاردة ببساطة خالص لانه مرض خطير جدا لازم تخلي بالكم منه وفي الختام سلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتظروا مرض جديد بكرة ان شاء الله. عشان برضو تاخدوا بالكم الكلام ده كوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.